لشان الفلاحي اختار الحاج طالب خدمة الارض بمنطقة المكسم حيث غرس هذه المساحة بأشجار الزيتون غير ان معدم الكهرباء الفلاحية رغم قرب الشبكة من ارضه جعله يستنكر هذه الوضعية رفقة فلاحين اخرين نتابع المزيد مع كريم يحيا الحاج طالب شاب من منطقة شط المكسم بحاس بحبح اختار خدمة الارض حيث غرس هذه المساحة بأشجار الزيتون غير ان عدم الكهرباء الفلاحية رغم قرب الشبكة من ارضه جعله يستنكر هذه الوضعية رفقة فلاحين اخرين رانا نعانو من الكهرباء الفلاحية رانا من 2001 ونحن نروح للسلطات لنروح لأي ادارة روح لها يقول لي رقمت هني رقمت هني اليوم من هذا رانا في 17 عام ما كين ودو احضروا الساج رانا من فلاحين الكهرباء اهيوان 400 مترا انعدم الكهرباء بمنطقة شط المكسمة دايلة تلف الاشجار المثمرة كما اجبر الفلاحين على جلب الكهرباء من مسافات تتجاوز الكيلومترين في عشرين عام هذا الحاجزة طالبين عليه وما عطاهم ناش وجايب الخيط انا ما لحقني جداك الخيط على زوج كيلو ونص رغم اجتهاد عدد من الفلاحين وبدلهم مجهودات كبيرة لخدمة الارض الا ان البرقراطية اجلت استفادته من الكهرباء الفلاحية رغم الوعود المتكررة